اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة امي النهاردة خليها سمك ولما نقول سمك يعني نلعب يا السمك معنا سمك بلت النهاردة من خير ما زارعنا الحبتين بيعملوا كيلو يعني الواحدة تعمل من ربعمية لخمسمائة جرام تقريبا لطيفة وجميلة جاي على بالي عامل السمك البلت النهاردة بتارية جديدة لماشوي بردى ولا سنجاري ولا زيت ولمون ولا مألي هتعملوا مغازة هعملوا النهاردة صانية بالبرغل طاجن السمك البلت بالبرغل حاجة لطيفة جميلة كده واخد السكة الاسكندراني هيعجبكم ان شاء الله معنا يا سمك في لقية شربيات هعملوا النهاردة طاجن بالطحينة والطحينة دي مدراسة اهم حاجة تكون طحينة كويسة من زيت السمسم او من منتجات السمسم هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل الطحينة مطبوخة مرة او مش مرة معنا النهاردة شربة بما ان الشتاء بيحب الشرب هنعمل شربة السمك النهاردة بالكرفس لطيفة وجميلة واخد طعم المستيكة والكرفس هتعجبكم قوي حلقة فقط تفاصيل كتير وخليها سمك النهاردة هتعجب حضراتكم النهاردة ولكن التفاصيل في ايه عمش شيف ازاي اشتري السمك من الحلقة واروقع البيت اعمل اكلة سمك لطيفة وجميلة ومطبخي ما يبقاش في زفارة كلام ده هنشوفه دلوقتي حالا اوقت رحوا بقيت تابوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي معايا سمك بلتي اعماله النهاردة بطريقة جديدة هتعجب حضراتكم ولكن قبل ما نتكلم عن السمك البلتي لازم نعرف شيف المغازلة قدامه حلقة السمك يحب يأكل سمك ايه البلتي والله لا عزملي الامانة بجد انا بعشة البلتي وخاصة بتاع خيرما زرعنا اللي بنصدره للدنيا كلها البلتي يا اخواننا طعمه بيبقى طعم السكر لطيف وجميل يعني اعملوا النهاردة طاجن بالفريك السوري بالبرغل الميادير يا سيدة رحب بعد ازدك مقادير طاجن السمك البلتي بالبرغل مقاديره على الشاشة والصورة الحلوة على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية ده تحدث عن نفسها بلتي وان خشيش بين لونها اللون الدم الغزال اللطيف ايه الحلاوة دي طازة وهنعملوا النهاردة مع برغل وبصل وتوم وفلفلة حلوة والبهارات بتاعتنا ملع وفلفل وكمون ونشوف نعمله مع بعض ازاي طازة على النار شديدة الحرارة بالشكل ده كده اول حاجة هناخد السمك البلتي كده نشوف اخباره ايه بتطلبه من الراجل السمك ينضف لك السمك البلتي ده تنظيفها اسمها تنظيفة مقلي او زيت ولمون يعني يشلك الصدف اللي موجود هنا اسات زيت المصورين حبيبي اهو بالشكل ده كده دي متشالة طبعا وفي نفس القصة هنا راحزن السمكة لطيفة وجميلة ازاي الخياشيم جوه لطيفة هاي نضيفة والسمكة متنظفة بطنها فل شمعة منورة بالشكل ده كده هنبدأ السمك ده نقطعه حلوة او اه وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة مسكينا برضو حمية نيجي كالعادة عند الراس مش عايزينها نفتقتها بالشكل ده كده عايز انا الحاجات دي نحطها هنا في الشربة عشان ناخد شوت شربة حلوين ده المطبخ زي ما عنا شغال كده اه راس السمكة في قلب الايه الشربة نفس القصة هنا تقول لي شيف مغازي الكيلو البلتي بالشلف وناني تاكيدة بتاخد دوس السمكة ما انا هقولك على حاجة بقية دي ما فيهاش حاجة دي الرس السمكة ديت انا عايز منها شوت شربة اه اخدتها برضو حطها في المية كده تغلي لان انا عايز شربة لشربة السمك وعايز شربة لطواجن الطحينة وعايز شربة للبرغل اللي انا هعمله دلوقت شفت كده دلوقت انا هعمله فمحتاج له برضو لسائل ودي كده كده شوكة يعني ما فيهاش لحم كتير نفس القصة في قلب المية نتكلم باقي عن المية دي علشان اخد شوية شربة الشربة دي هشتغل منها تلت حاجات هعمل بيها طاجن الطحينة واعمل بيها شربة الطماطم او شربة السمك بالطماطم وهعمل كمان بيها طاجن السمك بالبرغل الطاصة هنا دلوقت جاهزة هاخد بقية السمك اللي معاي ده كده نيجي هنا كده نقطع القطعية دي كده بالشكل ده كده ونفس القصة كده انا بحضر السمكة فتحة من هنا كده اهو شلنا رأس السمكة وخلي بالكم لو بتشير رأس السمكة بتحسوا ان السمكة ايه شخصيتها ضعيفة بس هي جاهزة للأكل على طول اهو هناخد السمك ده ازا ما هو كده نتبله تدبيلة حلوة تدبيلة دي عبارة عن شوية توم حلوين شوية بهارات اللهم صلى على النبي شوية ملح حلوين شوية توم البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون السمك يحب الكمون يحب الملح يحب الكزبرة بابريكا شوية كوركم الله عليك اهو طاجن كده على السريع وفي نفس الوقت كمان له طعم يتاني خالص هنمسك السمك بالشكل ده كده نتبله اهو التوابل تخش ما بين لحم السمك وبعده بطن السمك تخش فيها التوابل بالشكل ده كده اهو ونفس الموضوع هنا ما تشتريش التوابل من عند العطار وتقول له توابل سمك لان السمك بتاعك هيبقة زيه زي بتاع الجيران زي الحبايب اعمل التوابل بايدك انت زي ما نشيف شغال كده ونفس التوم انه اعمل حلو تحط عليه كمون تحط عليه كزبرة تحط عليه جسط طيب تحط عليه كمان شوية بابريكا حلوين واصبحت السمك هنا جاهزة من التشغيل طعصة شديدة الحرارة على النار بنحط فيها قليل من الزيت بالشكل ده كده ممكن يكون زيت زيتون حلو قوي ونمسك السمك ده يعمل نشيف نفزله في قلب الزيت واحنا مع بعض الله ايه الحلوة دي يعمل نشيف ايه الجمال دي يعمل نشيف اه نفس الكصة ونسيبهم في قلب الزيت طاصة دي انا عايز ما كانت تدبيلت السمك نبص على كده هنعمل فيها ايه بداخد البرغل بتاعنا اه ده البرغل نزل في قلب التدبيلة بتاعت السمك اه ده برغل اهوت معي اتغسل مرة واثنين وتلاتة بعد ما اتغسل يا عم الشيف صفيته من المياه كويس وامسكوا ايه قلبوا بمكان تدبيلت السمك اه وانا شغال واحدة واحدة اه بحط على البرغل ده بصلايا نعمة بحط عليه فصي توم دي مدرسة بقى اه بحط عليه معلقة في لفلة حلوة شوية خضرة ده على البرغل اه ونقلبه كده مكان تدبيلت السمكة حطيت برغل حطيت بصل حطيت توم حطيت كسبرة خضرة او كرافس والبرغل هنا يتهيأ كانوا سلطة انا عارفين البرغل ده النعم بيخش في التابولة هو اساس التابولة هو عنوان التابولة والسمك البلت عندنا بيتحمر في طاسة شديدة الحرارة في قلب النار اه زي المدرسة دي زي ما انا شغال كده اه نشوف اخبار السمك ايه عالو قوي جل معايا اه مهم جدا وانا شغالي عم شيف هحط في الاعتبار ان السمك البلت هنا بياخد صدمة نارية اه بص على السمك اهو ده مكان التحمير ده انا عايزه مكان التحمير انا عايزه اه شفت الجو ده كده اه هعمل يه دلوقت بعد الصدمة النارية للسمك باخد السمك بنقله في طاسة تانية او في طبق تاني واحنا مع بعض ده الجديد بتاع السمك البلت المهاردة واحنا شغالين مع بعض طبق جنبي كده حلو وخلي بالك تحط في الاعتبار لما تعبلي الطاجن ده يفضل يكون سبايس شوية وقبل ما تعمليه سبايس يسأل لي الاولاد ويسأل اضيوفك لان البرغ اللي بيحتاج ان هو يكون فيه طعم الاسبايس شوية يعني بيبطست بتاعه عالي من الاخر هنا الصدمة نشوف التدبيلة بتاعت السمك الجلدة بتاعت السمك البلت دي في نسبة الدهون ونسبة الامجاسري ما بين الجلدة وما بين لحم السمكة شايفة السمكة اتعرت ازاي بالشكل ده كده انا عايزها كده هناخد السمك ده بعد التحميرة دي عم تشيف الله الله مصلى على النبي هو ده هو ده هو ده بص عالتركاية دي بقى بص عالخبرة التهوية بقى ننزل بدا الله عليك الله عليك وعلى والدك انا شخصيا هاكل الفريك واسب البلت ده للضيوف او سبيلي الاولاد لان البرغل ده دلوقتي حكاية ونقلب البرغل اللي عم تشيف مكان تحمير السمك واحنا شغالين مع بعض كده الله واحدة واحدة لغاية لما نشيل النسيج بتاع السمك وتست السمك وطعم السمك وعندنا حلة بتغلي على ايد اليمين اللوكيشن بتاعها على بعد عشرين سنتي جنبي على الفرن فرحان بيها فيها راس السمك فيها شوية التوابل الحلوين شايف التعليبة دي مهمة جدا اه فين بقى السمك دلوقتي ومكان التحمير كله اختلط بالبرغل اه هي دي المدرسة البصل هي بتتحمر اه اه انا شغال واحدة واحدة التوم تعملي بقى هنا فيه سائل بينزل نتيجة البصل والتوم والبرغل مخصول قبل كده ده ومنوع فبتلاقي ان التواسة بتاعتك اه شايفة بتنضف ازاي من تحت مكان التحمير ده اللي انا عايزه تست ده اللي انا عايزه هساز المصورين حبيبي قصة المطبخ ده والخبرة التهوية دي مش من فراغ خلي بالكم اه انا بدور على كده باخد اه باخد البيون والتست بتاع السمكة من الارضية بتاعت التواسة لازم اخلص منه اه ولازم يختلف بالبرغل زي البكاتة بالزبط لما اجا اعملها بنزل بالويت سوس بتاع البكاتة مكان تحمير الفراخ وانزل بالكريمة اللباني ومعالاتي دي الله عليك عمش نيجل تعمل برغل دلوقتي حكاية اه ايه التركاية هنا بقى زي ما احنا شغلين مع بعض كده حالا بتجازنا ينضف عشان الصورة الحلوة والبرغل هنا دلوقتي اتعرف على السمك ممكن السمك ده يكون وقار ممكن يكون همور ممكن يكون عشر بيات زي ما انت عايزة معايا حل على النار ايه الاخبار الله على الشربة اه راس السمكة وديل السمكة اه شايفها الجو ده كده شايفها البيون ده الابيض ده شايفها لون الشربة ابيض ازاي اه ده هنعمل منها شربة سمك وهنعمل منها الطاجل بتاعنا اللي هو البرغل وهنعمل الطحينة اللي هنعملها مع طاجل السمك الفلية السمك النهارده مختلف غير العادة اللي هو مالي ولا مشوي ولا سنجاري من جيم مصفة نعمة لانه وارد ان يطلع معاك شوكة من بتاعة السمك البولتي ده وتيجي في قلب البرغل ده تبوزك كل اللي بتعمليه ونصافل كده مع بعض اه دي المدرسة الطعوية المغازية اه البرغل في طعم السمك اه جاي منين طعم السمك نراجع بقى الحلقة من الاول اه وانا شغال كده اه الله عليك وعلى والدي شد ده من هنا والتقلبة الحلوة دي كده بتحبوني طبعا اه بالامانة انا واسك جربي الطاجن ده وزا ماكلتش البرغل ده وسبتي السمك البولتي وليش في المغازي ده يا راجل ايه مش بيقول الصح قولي اللي في سرك يعني ما مش معاك بس جربي طاجن البرغل ده بالطريقة اللي انا عملتها اه 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 حال ايه الحلوة دي عمش شيف ايه الجمال ده اه ايه الحلوة دي عمش شيف ايه الجمال ده اه عنية ناخد شوية شربة من هنا السمنا راح تكون شغال كده والإحاة والدنيا والحياة حلوة وفجأة ايه يقولك احنا مش عزنين انك نطلع فاصل تطع حبل افكار يا اخوان اه ننزل بالبيون ده كده اه ركزوا بقى اه 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 دي على فين بقى زي ما هيك كده على فين حد يقولي على فين انا مش هشيل ولا هطلع فاصل غير لما تقولولي تطلع على فين كبرت معايا بقى اه لسه ما خلصتش لسه ما خلصتش اه لا عليكو على والدك اشي درجة حارة الفرن عند 180 صلى على الحبيب الباك يوتيوب جوز بيحب الحار بتحرموهوش زي ما هي كده الله ما صلى على نبقاه يلا بصولي عليها كده يا شباب هو ده طاجن السمك البلطي من خير ما زارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها في قلب الفرن مع البرغر اللطيف الجميل واعتقد دي مدرسة طهوية مغازية هناخد بعدها واطلح فاصل صغير اوه هتروحوا باية تابعوا لي بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحلاوة دي اشيف لا 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 دي تطلع من الفرن نبص عليها بقى والصورة الحلوة ما بين الفرن ما بين الايه كوينتر بتاعنا اهو يلا الصينية جاهزة الله مصلى على النبي يلا يا ست الكل العب يا سمك ايه الحلاوة دي ايه التفاصيل دي ايه الجمال ده اهو من خير ما زارعنا البلطي ايه الصورة الحلوة دي خشت على الفرن يلا خد راحتك خد راحتك يا مصري يلا يلا اهو ده اهو ده اهو ده العب يا فرن اهو ده حلقتنا النهاردة بسطة سهولة مرونة خبرة طهوية حضراتكم اللي تقولوا جبنا سمك البلطي عملناها طاجن بالبرغل خدنا جزء من الهامور بتاعنا عملنا شربة سمك بالكرافس بمدرسة المغازي شفناها مع بعض وعملنا كمان طاجن السمك بالطحينة ومعانا عدل الصفرة دي يا شيخ مغازي لما كانوا ناس بكتة ولا عيش هي عايزة السمك شاط الرز لابيت بتوعنا يتحط الرز بعد ما يتغسل يتفلفل مع حبان وورق لورة ومع لها يتزيز صغيرة كده ونصر شوية رز بس يبا معانا الفلفل بالشكل ده كده يخد مع التلاتة حلو الكلام ناخد بعضنا ونطلع فصل ولا الحالة خلصت يا سوزاري حب خلصت طيب باشا طيب بتشوفوا الرؤية والفن والإبداع معاكلة سمك معتادة دايما من اليد الشيف المغازي بتشوفها يوم لتنين وعشان حضراتكم غاليين علينا في نعيتها يوم الخميس من كل أسبوع يعني رؤية وفن الإبداع وبساطة وسهولة ومرونة كمان خف الدم كمان خف الدم كلام ده منين؟ من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر